لم يعلن رسمياً حتى الآن عن فحو اتفاق الرياض أو جدة وكل ما ينشر لا يعد أن يكون تسريبات لكن ما تطابق منها حتى الآن يشير إلى تسوية ربما تمثل بصيص أمل لشيء من الاستقرار بغض النظر عن الطرف المنتصر فالكل في الهم يمن المتفائلون يرون الاتفاق في مجمله إذا نجح في جعل مشروع المتمردين الانفصاليين إلى شراكة وتحويلهم إلى موظفين في الحكومة فضلاً عن دمج قواتهم المنشاوية ضمن الجيش النظامي كجزء من الأمن والجيش فإن ذلك يعد انتصاراً لليمن الوحدوي الجمهوري بينما يرى المتشائمون من طرف الشرعية أن الاتفاق يجهز على مرجعيات السابقة وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني ويهيل الترابة على مشروع اليمن الاتحادي القائم على الأقلمة التي يتبنىها الرئيس هادي إضافة لكونه يؤسس لخارطة سياسية ترضي السعوديين والإماراتيين قبل أي طرف يمني كونه يبقي اليمن رهن التقسيم الجغرافي فريق آخر من الشرعية يرون من جهتهم في اتفاق جداء والرياض صيغة تشبه ما أراد الحوثيون فرضه بعيد انقلابهم وسموه اتفاق السلم والشراكة ناهيك عن كونه يكرس الوصاية السعودية على اليمن مراقبون يقرؤون هذا الاتفاق من زاوية توحيد الجبهة ضد العدو المشترك والأخطر وهو الانقلاب الحوثي السلالي وبين كل الأطراف وحده الشعب يأمل في حل يختم عقدا من الوجع والكوارث المتوالية والمركبة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط أكثر من أي طرف آخر